هل لصلاة العيدين أذان هل لصلاة العيدين إقامة والجواب لا لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله الأنصرية رضي الله عنه رضي الله عنه جميعا قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما لم يكن يؤذنوا يوم الفطر ولا يوم الأضحى أحد أو لم يكن يؤذنوا لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى ثم سألته أي سأل ابن جريج عطاء سأله بعد حين عن ذلك قال فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصري رضي الله عنه ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج الإمام ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة واستدل أيضا مراه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة واستدل أيضا بما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين قال بغير أذان ولا إقامة استدلوا مراه بخاري ومسلم عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنه أرسل إلى ابن الزبير أول ما بوع له أي بالخلافة أرسل له أو إليه ابن عباس وقال إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه هذا ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وابن رشد وابن عبدالبر وغيرهم من سادتنا وإمتنا رحم الله الجميع لأن بعض الناس في بعض الأماكن في الخلاء قبل أن يقوم الناس للصلاة العيدين ينادي ويقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة هذا لم يثوت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع هذا القول لا يشرع قول الصلاة جامعة لجمع الناس للصلاة العيدين هذا مذب الأحناف ومذب المالكية ورواية عند الإمام أحمد واختار ابن تيمية واختار ابن قدامة واختار الصنعان وغيرهم رحم الله الجميع استدلوا بمراء البخاري ومسلم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبدالله الأنصاري قال وقد ذكت الحديث ثانفا قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى قال ابن جريج ثم سألت عطاء بعد حين عن ذلك فقال أخبرني جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج الإمام ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة لا أذان لا نداء يعني لا أذان لا نداء يعني لا أذان فلا أذان لصلاة العيد لا في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى ولا إقامة ولا شيء يدل على أنه لا يقال أمام صلاة العيدين شيء من الكلام لا قول الصلاة جامعة ولا الأذان ولا الإقامة للصلاة لعدم ورود ذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى العيدين أكثر من مرة وصلى الاستسقاء أكثر من مرة ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام فيه نداء كما نقل عنه في الكسوف مع أن صلاة الكسوف كانت أقل ولو كان ذلك ثابتا معلوما من فعله عليه الصلاة والسلام لنقل كما قد نقل الصحابة رضي الله عنهم كل ما فعله عليه الصلاة والسلام في روايات كثيرة مشهورة ولسنا الحاجة ولسنا في حاجة للقول هنا بالقياس على الكسوف لنظرة صلاة الكسوف وقلتها ولشهرة صلاة العيد وكثرتها وتكرارها إذن لا أذان ولا إقامة ولا نداء بين يدي صلاة العيد وصلاة الفطر فإن يوم العيد يوم معلوم يجتمع الناس له فيغني اجتماعهم وتواجدهم عن الأذان وعن الإقامة وعن النداء ويدخل المسلم الصلاة مباشرة بالتكبير خلف الإمام وهذا يحصل بالمشاهدة ترجمة نانسي قنقر